هذه هي الحلقة الحادية والثلاثون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الرسالة العراقية التي كان الحديث فيها عن الزواج وشؤونه أجبت عن جانب منها لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية سأكمل من حيث توقف الحديث الرسالة تقول ولاحظت كاتب الرسالة هو الذي يتكلم ولاحظت أن أئمتنا الأطهار أرواحنا فداهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يتزوجوا من العراق وليس لأي لم يتزوجوا من العراق وليس لأي منهم أي أم عراقية وإن كل أمهاتهم جئنا بشكل أو بآخر من ذلك الجانب الآخر من البحر الأحمر إلى آخر ما قرأته عليكم من الرسالة في الحلقة الماضية وقلت من أن سبعة من الأئمة المعصومين أمهاتهم عربية رسول الله أمير المؤمنين الزهراء الحسن الحسين الباقر الصادق وسبعة أمهاتهم من شعوب مختلفة السجاد أمه فارسية أصلية إنها بنت ملك الفرس ملك الساسانيين أقوال المؤرخين الإيرانيين القدماء المعاصرين أقوال مؤرخي السنة وحتى من علماء الشيعة من مؤلفي الشيعة قالوا وقالوا لا أبالي بأقوالهم لا تساوي عندي فلسا ممسوحا ما عندنا في الأحاديث والروايات فإن أم إمامنا السجاد فارسية أصلية وهي عراقية ولدت ونشأت في العراق مثل ما قلت في الحلقة الماضية لا يوجد جنس يقال له الجنس العراقي أرض العراق سكنتها شعوب وأمم مختلفة وحينما يقال بأن العراق عربي هذا الكلام فيه تسامح جزء من العراقيين عرب وإلا فهناك قوميات وشعوب أخرى ليسوا عربا وهذا الأمر منذ بداية فجر التأريخ وإلى يومنا هذا أرض العراق موطن لشعوب مختلفة عاصمة الفرس الساسانيين المدائن إنها تجاور مدينة بغداد التي صارت عاصمة للعباسيين وإلى يومنا هذا هي عاصمة العراق والدة إمامنا السجاد عراقية بحسب قوانين الجنسية العراقية عراقية مولودة في العراق وتربت وعاشت في العراق لكنها فارسية أصيلة وأشرت إلى بقية أمهات أئمتنا صلوات الله عليه إلى أن وصلنا إلى إمام زماننا فأمه تركية لأنها ولدت في تركيا وعاشت في تركيا وأسرتها كانت في تركيا لكنها في الأصل رومية إيطالية قصتها مفصلة في أخبارنا ورواياتنا يكذب المكذبون براحتهم يشكك المشككون تلك مشكلتهم يضعفون أسانيد الروايات ويقولون إنها من حكايات ألف ليلة وليلة فليقولوا هم أحرار بما يقولون ونحن أحرار بما نقول ونعتقد ليس على رؤوسهم من ريشة تميزهم عننا هم رجال ونحن رجال يقولون بالذي يعتقدونه ونقول بالذي نعتقده هذا هو الموجود في ثقافة العترة الطاهرة وحينما ستشرق الشمس ستشرق في يوم من الأيام لا بد أن تشرق وذي تساعة تطلع الشمس على الحرام سنعرف اللصوص من الأوفياء الأمنا الحقيقة لا بد أن تظهر ولا بد أن تشرق ويجي يوم تطلع الشمس على الحرام أي يكون قريبا هذا أي يكون بعيدا لا بد أن يأتي لا بد أن يأتي إنها لحظة الحقيقة على أي حال أعود إلى إتمام حديثي بخصوص الرسالة التي تتحدث عن شؤون الزواج ومشكلاته هناك قضية واضحة يبينها القرآن لنا إنها الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى العملية في أصلها زواج وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف إنها الشعوب والقبائل المختلفة التي عاشت في العراق وغير العراق لأنها سائلة من العراق ولأن الحديث عن العراقيين والعراقيات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو القانون الأول والأخير لا علاقة لموضوع الزواج أن يكون مرتبطا بعراقية بفارسية بعربية بهندية بنوبية ببربرية القانون هو هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا القانون ينطبق على الرجال وينطبق على النساء بنفس الدرجة بنفس المستوى ومن هنا يبدأ الحديث عن الزواج أصل الموضوع زواج يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى زواج وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا وجزء من هذا التعارف التزاوج فيكون التزاوج فيما بين هذه الشعوب وهذه القبائل والأمر هو هو يخضع لهذا القانون إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولذا حينما حدثتكم عن أهم المواصفات أهم القواعد في أمر التزويج ذكرت أمرين الأمر الأول حسن المنظر للرجال أو للنساء أن يستعنس الزوج بمنظر زوجته وهذا أمر نسبي هذا أمر نسبي وأن تستعنس الزوجة بمنظر زوجها وهذا أمر نسبي أذواق الرجال مختلفة أذواق النساء مختلفة والاستعناس عامل نفسي قبل أن يكون حسيا قطعا الجانب الحسي موجود في البين لكن الجانب النفسي هو الذي يطغى فحلاوة المنطق ودماثة الأخلاق ولين الطباع عند الرجال أو عند النساء هو هذا الذي يبعث على الاستئناس الجانب الحسي مهم ومهم جدا ولا أريد التوغل كثيرا في هذه الجهة حسن المنظر والدين والمراد من الدين معرفة إمام زماننا فمن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية إن أكرمكم عند الله أتقاكم أتقاكم ليس في كثرة الصلاة والصيام كما يقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام إنما العبادة في كثرة التفكر بأمر الله سبحانه وتعالى الجانب العقائدي التفكر في أمر الله أمر الله سيد هذا الأمر الحجة بن الحسن هو صاحب الأمر نحن هكذا نخاطبه من أنه صاحب الأمر ونقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وأمره إليكم أمر الله إليكم الله هو الذي جعل أمره إليهم صلوات الله عليه العبادة هي كثرة التفكر في أمر الله والتقوى هي التي تقينا نار جهنم تقينا غضب الله الذي يقينا غضب الله والذي يقينا نار جهنم محمد وآل محمد هؤلاء هم الذين يكونون سبب نجاتنا وهذا سبب منحصر فيهم فقط على أي حال ليس الحديث عن هذه الجهات فهذان الأمران هما المهمان المنظر المؤنس ومعرفة إمام زماننا إما أن تكون المعرفة فعلية متحققة في الزوج أو في الزوجة أو أن الزوجة أو أن الزوجة عندهما الاستعداد لأن يتحرك باتجاه معرفة إمام زمانهم الحكاية هنا وتنتهي أن الجنس الفلانية يفضل على الجنس الفلاني الآخر هذا أمر موكول للزمان وللمكان وللظروف الموضوعية في بعض الأحيان قد تكون الظروف السياسية لها مدخلية في الموضوع الظروف الاقتصادية الظروف الاجتماعية ومثلما بيّنت بخصوص زواج الأئمة خصوصا الذين تزوجوا من شعوب مختلفة ذكرت أمرين مهمين أمر يرتبط بالجانب الأمني والأمر الثاني يرتبط ببعد ستراتيجي مستقبلي العلاقات العلاقات مع الشعوب المختلفة هذا جزء من التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم مستقبلي ومستقبلي 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 عند الله عند الله أتقاكم بهذا الفهم الإجمالي الذي بيّنته وإذا ما ذهبنا إلى سورة الروم وإلى الآية الحادية والعشرين بعد البسملة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذه آيات إلهية لا ترتبط بشعب من الشعوب أو بقبيلة من القبائل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله حينما كان في المدينة البلاد التي حوله مكة المدينة بلاد العربي والناس الذين حوله من قبائل العربي ومن تلك الأرض التي ولد فيها رسول الله وعاش فيها صلى الله عليه وآله فحينما يقول خير نسائكم نساء قريش هذه حقيقة بالقياس إلى الزمان والمكان والظروف الموضوعية التي عاشها رسول الله خير نسائكم نساء قريش لماذا يا رسول الله الحديث يبين أعطفهن على زوج وأحناهن على ولد هذا المعنى ليس منحصرا بالنساء قريش ولكن في الزمان الذي كان يتحدث فيه رسول الله في المكان في الحيثيات المنظورة الجهة التي يخاطبها المدى الذي سيصل إليه كلامه هناك مديات للكلام المعصوم حكيم حينما يتكلم يأخذ بنظر الاعتبار كل هذه التفاصيل المعصوم لا يهدي كأمثالنا نحن الذين نهدي نطلق الكلام على عواهنه من دون أن نحسب لكل شيء حسابه نحن الذين نهدي المعصوم لا يهدي حينما يتكلم فإنه يتكلم وفقا لموازين الحكمة وجزء كبير من موازين الحكمة أن ينظر إلى الزمان الذي يتحدث فيه إلى المكان الذي يتحدث فيه أو إلى الأمكنة التي ستكون ضمن مديات كلامه إذن القضية ليست خاصة بقريش وإنما هناك صفة أشار إليها رسول الله أعطفهن على زوج وأحناهن على ولد هذا الكلام يمكن أن يوجد عند قوم من الترك عند قوم من الفرس عند قوم من الهنود عند 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 فحينما قال هذا الكلام إنه ناظر إلى جهة معينة هذا لا يعني أن الكلمة هذه تبقى تطبق في كل زمان وفي كل مكان لكنها قطعا تشير إلى أن نساء قريش يتميزن بهذه الميزة في ذلك الزمان في زماننا هذا ربما يتميزن بهذه الميزة وربما لا يتميزن بهذه الميزة ربما هناك أقوام أخرى نساؤهم تتميز بهذه الميزة بنحو أشد وبنحو أكثر لأننا لا بد أن نعود إلى القوانين القرآنية الأصلية إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا القانون لا ينظر إلى قبيلة بعينها أو إلى شعب أو أمة بعينها وهنا حينما يتحدث القرآن في هذه الحقيقة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه آيات إلهية ليس الحديث هنا عن واقع اجتماعي معين الآية جاءت في سياق الحديث عن آيات الله سبحانه وتعالى الآية التي تأتي بعدها مباشرة ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين فمثلما اللغة لها قوانينها واللغة تتغير من زمان إلى زمان وحتى ألوان البشرة يطرأ عليها ما يطرأ بحسب الأزمنة والأمكنة موضوع الزواج هو الآخر يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول الشجاعة في أهل خراسان يعني إذا أردتم أن تنجبوا أولادا شجعانا فعليكم بخراسان الشجاعة في أهل خراسان والباه في أهل بربار المراد من الباه المتعة الجنسية والباه في أهل بربار البربريات مدحنا في زمان الأئمة وتميزنا بالنظافة بنظافة الأبدان والثياب وبطيب الأفواه أفواهن طيبة الحديث في زمان الأئمة الأزمنة تتغير وطباع الشعوب تتغير الشجاعة في أهل خراسان والباه في أهل بربار والسخاء والحسد في العرب قريش داخلة هنا والسخاء والحسد في العرب فتخيروا لنطفكم ماذا تريدون الأحاديث مثل هذا الحديث وفيرة في كتبنا هذا مثال وأنموذج جئت به كل هذا يشير إلى أن الأمور تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف الموضوعية منها ما هو سياسي منها ما هو اجتماعي منها ما هو اقتصادي منها ما هو ثقافي امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول الحمد لله الذي جعل أجلة موالية بالعراق مديح للعراق وهناك ذنب للعراق الذين نصروا الحسين عراقي سيد الشهداء وهو يقول لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي إنه يتحدث بشكل مطلق علم الحسين علم لا نهاية له علم مطلق يتحدث عن كل الأصحاب في جميع الأزمنة الماضية والحاضرة في زمانه والمستقبلية ما هو بغريب هذا القرآن هو الذي يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون منهم الحسين وآل الحسين هذه الرؤية محدودة بزمان هذه رؤية الله رؤية الله رؤيتهم وهذا أدل دليل على أن المؤمنين هنا ما هم نحن لأن رؤيتنا ليست كرؤية الله هناك مجموعة رؤيتها رؤية الله هل يستطيع أحد من الشيعة أو من السنة أن يختار غير محمد وآل محمد في مقام الإنصاف لا في مقام الجدل والعناد في مقام الإنصاف هل يستطيع أحد من الشيعة أو من السنة يختار غير محمد وآل محمد يمتلكون رؤية هي هي رؤية الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه رؤية الحسين لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي عراقيون والذين قتلوه عراقيون فهناك مديح للعراقيين وهناك ذنب وهناك مديح للفرس وهناك ذنب وهناك وهناك في كل الشعوب هناك مديح للمصريين ومديح مديح وهناك ذنب المجتمعات البشرية ليست أصناما منحوتة ليست صخورا جبلية تتغير أوضاعها تتغير طباعها تتغير أطعمتها وأشربتها تتبدل أنواع أمراضها كل شيء يتحرك في هذه الحياة فما جاء في الروايات ليس منحصرا بهذه الأوصاف وإنما هناك القوانين العام كالتي بيّنتها وهناك مميزات خاصة في هذه المجموعة أو في تلك قد تبقى ثابتة في هذه المجموعة لكن ذلك لا يعني أنها منحصرة في هذه المجموعة فقط إنما كان النظر لهذه المجموعة أثناء الحديث فحينما فحينما تحدث رسول الله عن نساء قريش نظاره كان منصبا إلى هذه الجهة لكن حديثه لا يعني أن الأوصافة التي ذكرها تنحصر في نساء قريش فقط هذا الكلام هذا الكلام لا يأتي منسجما مع قواعد القرآن ومع منطق القرآن ونحن ديننا يأتي منسجما بطريقة واحدة وسياق واحد ما بين القرآن ومعارف العترة الطاهرة وتلك هي وصية رسول الله إنه حديث الثقلين من هنا نبدأ ومن هنا ننطلق وإلى هنا ننتهي نحن لن نخرج من المساحة التي سياجها القرآن وحديث العترة الخارج من هذا السياج إنه خارج إلى الضلال الذي يبحث عن الهدى الهدى في هذه المحوطة في هذه المسيجة التي تسيج بقوانين القرآن وقوانين العترة الطاهرة إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وتلك هي بيعة الغدير إنه حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بقواعد المنطق العلواني هذا علي يفهمكم بعدي وانتهينا وانتهينا الذي يريد أن يعبث خارج هذا السياج هو حر حر يعبث بنفسه ما يشاء أن يعبث كما قلت لكم قبل قليل إذا أشرقت شمس الحقيقة راح يطلع الحرامي الحرامي راح بينون نذهب إلى فاصل في نفس هذا المجرى أقرأ عليكم حديثا جميلا كي أختم جوابي بخصوص الرسالة التي كنت أجيب عن مضامين أسئلتها هذا هو الجزء السابع والخمسون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة الرابعة بعد العاشرة بعد المائتين إنه الحديث الثلاثون بسنده عن زرارة ابن أعين أو في قراءة ابن أعين عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أهل خراسان أعلامنا حينما يتحدث الإمام عن أهل خراسان هذا الكلام يكون جامعا للرجال والنساء فليس خاصا بالرجال فقط وهل نستطيع أن نتصور الرجال بمعزل عن النساء بمعزل عن أمهاتهم بمعزل عن أخواتهم بمعزل عن خالاتهم وعماتهم وجداتهم بمعزل عن زوجاتهم وبناتهم لا نستطيع أن نتصور هذا أهل خراسان أعلامنا وأهل قم أنصارنا وأهل كوفة أوتادنا وأهل هذا السواد يتحدث عن جنوب العراق سواد العراق جنوب العراق المراد من جنوب العراق ما هو جنوب بغداد جنوب بغداد هو هذا جنوب العراق قد يقولون عنه الوسط والجنوب في زماننا السواد ما هو جنوب بغداد جنوب بغداد إلى بحر البصرة إلى الخليج العربي هذه الأرض أرض السواد قطعا يدخل فيها يدخل فيها أرض خوزستان إنها جزء من العراق هذه أرض في التاريخ القديم جزء من أرض السواد العراق ينتهي عند عبادان وحينما يقولون ما وراء عبادان قرية لأن عبادان تقع على الخليج العربي على البحر الحديث عن العراق هنا من أن العراق ينتهي عند عبادان وما وراء عبادان قرية هناك البحر تنتهي أرض العراق وأهل هذا السواد جنوب بغداد إلى بحر البصرة كما كان يسمى وإلى خوزستان لا أتحدث عن خوزستان الإدارية في زماننا هذا التشخيص الإداري راجع للدولة الإيرانية أنا أتحدث عن الأجزاء التي كانت تعتبر جزءا من العراق وهي داخلة في أرض السواد وأهل هذا السواد منا ونحن منه منا ونحن منه أي مديح هذا هذا المديح لا يمكنني أن أتصوره لكنني أفتح الباب للتصور إلى نهايات مفتوحة أهل خراسان أعلامنا وأهل قوم أنصارنا وأهل كوفة أوتادنا وأهل هذا السواد منا ونحن منهم هل هذا يعني أن هذه الأوصاف تنحصر بهؤلاء في زمان الكلام في زمان الكلام في زمان الحديث فإن شيعة الأئمة المخلصين في هذه المناطق حينما تحدث إمامنا الصادق بهذا الحديث هذه الأوصاف يمكن أن تنطبق على أناس في الأرجنتين يمكن أن تنطبق إذا توفرت الظروف لهم يمكن أن تنطبق على أي بلد من البلدان الأفريقية يمكن أن تنطبق على أي جزء من الصين أو من الهند على أي دولة أوروبية على أي دولة عربية إذا توفرت الظروف والأسباب وتهيئت المقدمات الصحيحة لأن يكون الواقع المجتمعي بمثل هذه الأوصاف التي تحدث عنها إمامنا الصادق هذا الكلام بحسب الواقع وليس قانونا لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يوجد أناس بهذه المواصفات وربما أفضل لكن الأئمة حينما كانوا يتحدثون واقع الأمر هو هذا الموجود على الأرض هو هذا وإلى يومنا الموجود على الأرض هو هذا لكن هذا يمكن أن يتغير قطعا يمكن أن يتغير قوانين القرآن هي التي تتحدى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا ليس خاصا بأهل خراسان أو بأهل الكوفة أو بأهل سواد العراق هذا القانون يعمل في جميع الاتجاهات ويعمل في عالم الملائكة ويعمل في سائر الأمم الموجودة في هذا الكون الفسيح في خارج أرضنا هذا الكلام في هذه الرواية وأمثالها بحسب الواقع هذا فهم للأحاديث بحسب المعاريط وليس بحسب الظهور العرفي بحسب الظهور العرفي فإن الأوصاف هذه تكون خاصة بهذه البلدان وبهؤلاء الناس الذين يعيشون في هذه البلدان وهذا كلام يتعارض مع منطق القرآن ومع منطق العترة مع الرسالة العالمية لإمام زماننا رسالة إمام زماننا رسالة عالمية أممية أرضية يملأ الأرض وليس يملأ أرض خراسان وليس يملأ أرض الكوفة أو أرض السواد رسالة أممية رسالة أرضية وهذا هو منطق كلنا من آدم وآدم من تراب هذا هو منطق الحقيقة الظروف السياسية تغير الناس كل مولود يولد على الفطرة إنها الذاكرة الخفية كل مولود يولد على الفطرة حتى أبناء الزنا يولدون على الفطرة ولكن آثار الزنا هي التي قد تشوه الفطرة وقد لا تشوه الفطرة كل مولود يولد على الفطرة أبواه يمجسانه أبواه يهودانه أبواه ينصرانه والأبوان هنا مثال لأن الأبوة ليست في الوالدين فقط الأبوة أبوة المجتمع المجتمع يؤثر الأبوة أبوة الحاكم أبوة الحكومة وهناك الأبوة الحقيقية إذا كنا ننتمي إليها إنها أبوة محمد وآل محمد تلك الأبوة هي التي تحافظ على الفطرة تحافظ عليها وتسقلها وتزيد في بهائها وتضاعف قوتها وطاقتها إنها الأبوة الحقيقية أبوة محمد وآل محمد أبوة أبوة الزواج والتناسل هذه ما هي بأبوة مضمونة أبواه يمجسانه يحولونه إلى مجوسي إلى يهودي إلى أي ملة هؤلاء أباء الزواج أباء التناسل وهناك أبوة المجتمع وهناك أبوة الحكومة والحكام الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى قائمة طويلة من عنوين الظروف المتنوعة كلها تترك آثارها على الواقع المجتمعي عموما وعلى الواقع الأسري خصوصا وعلى أفراد الأسري بنحو أخص بحسب واقع زمان أئمتنا فهذه الأوصاف هي الموجودة ولا زالت آثارها إلى يومنا أهل خراسان أعلامنا وأهل قم أنصارنا وأهل كوفة أوتادنا وأهل هذا السوادي منا ونحن منهم وهناك روايات تذم الكوفيين والعراقيين إنهم البتريون البتريون الذين سيحاربون إمام زماننا من أين سيخرجون من الكوفة نفسها من الكوفة نفسها من الكوفة التي يقول عنها الصادق في هذا الحديث وأهل كوفة أوتادنا من الكوفة نفسها يخرج البتريون في الحقيقة هذه رسالة وصلتني يوم أمس لم تكن ورقية إنها رسالة صوتية لكنها فرغت على الورق وهي رسالة طويلة في أربع صفحات الرسالة الصوتية الصوتية صاحبها لا أعرفه في الحقيقة من النجف لكن الذي أوصل الرسالة الصوتية إلي أعرفه وأثق به وهو يعرف ذلك الشخص بالإجمال مضمون الرسالة سؤال عن البتريين عن البتريين الذين سيخرجون من النجف من الكوفة لحرب إمام زماننا السائل كما يقول وبصوته من أنه من تلامذة أمحمد رضا السيستاني لا أريد أن أقرأ كلامه الرسالة طويلة إنه يقول هذا سؤالي وما هو سؤالي لوحدي هذا السؤال يتردد في أوساط الكثيرين من طلاب حوزة النجف ومن طلاب مراجع النجف يقول يقول حينما نختلي فيما بيننا ويثق بعضنا ببعض فإننا نتحدث عن هذا الموضوع لأننا نشعر فعلا من أن النجف بترية بالكامل الحديث عن الحوزة وعن المرجعيات النجفية وهو يقول ليس منطقيا أن البتريين يظهرون بنحو المفاجئ ربما يكون ظهور إمام زماننا بعد مئة من السنين نحن لا نعلم قد يظهر في السنة القادمة وقد يظهر بعد مئة من السنين لا ندري آمالنا أن يكون ظهوره قريبا كل المعطيات تقول بهذا لكننا هل نحن مصيبون في هذا التشخيص أو لا هذا أمر يعلمه إمام زماننا عقولنا قلوبنا ضمائرنا وجداننا إننا بكل حقائقنا نسبح في بحر من الأمال عيوننا على الدرب القلوب القلوب تعيش الأمل ونحن نبحث عن كل صغيرة أو كبيرة في هذا العالم تشير إلى قرب ظهور إمام زماننا لكننا لا نوقت ولا نفرض شيئا على إمام زماننا من نحن؟ نحن عبيده نحن عبيده أكان الظهور في العام القادم أم كان الظهور بعيدا كما يريد إمام زماننا نحن عبيد مسلمون لإمام زماننا وسنبقى في مقام العبودية والخدمة مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سألوه هل ولد القائم؟ فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي ونحن نعيش يوم مولدي إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو هو يوم مولدي رسول الله صلى الله عليه وآله أعود للرسالة فإن الرسالة تسأل عن البتريين هو يقول نحن متأكدون من أن البتريين هم الذين يحكمون النجف ومن أن حوزة النجف حوزة بترية بالكامل وهذه حقيقة هذه حقيقة سأجيب على هذه الرسالة ليس في هذه الحلقة هذا موضوع مهم مهم جدا سأجيب على هذه الرسالة لأنني سأجيب على سؤال يتردد في أجواء حوزة النجف ولكنه بنحو مكتوم سؤال بالكاتم لكن الجواب سيأتي من قناة القمر ملعلعا سيأتي الجواب ملعلعا وصادعا وصادحا بالحقائق والوثائق سأجيب على هذا السؤال في العديد من الحلقات في قادم الأيام في هذا البرنامج فانتظروا تلك الحلقات إنها حلقات تتناول موضوعا مصيريا يا شيعة العراق ويا أيها الشيعة في كل العالم لكن الأمر يخص شيعة العراق بالدرجة الأولى سأحدثكم وسأضع لكم حقيقة البتريين كما هي بالوثائق والحقائق نذهب إلى فاصل الرسالة من أرض السواد من البصر من الأخ العزيز أبو منتظر التميمي الرسالة تشتمل على سؤالين السؤال الأول وإن كان طويلا لكنني سأقرأه لأن كثيرين بحسب ما أتوقع يريدون أن يعرفوا جواب هذا السؤال بعض الأحراز والطلاسم والتعويذات والأذكار التي وردت عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أنا لست شاك في محمد وآل محمد صلوات الله عليه ولست شاك في هذا الكلام الوارد عنهم لكن لماذا لا تعمل هذه الأذكار هل هناك خبث في هذا الشخص في نفسه خبث معنوي نجس نجاسة معنوية أو هناك عوارض وموانع تمنع بين الشخص وبين ما ذكرت أم أن بعض هذا العلاج من الأذكار والتعويذات جاء في وقت وزمن لا يوجد فيه تطور وتقدم طبي وعلمي وأعطوه إلى شيعتهم حتى يتشافوا من الأمراض باختلافها إن كانت نفسية روحانية أو الأمراض المعروفة التي تمر على الجسد ويحس بها الإنسان من خلال الأوجاع أم أنها لا تعمل بالطريقة الصحيحة من قبل أصحاب لا أدري أم أنها لا تعمل أم أنها لا تعمل أم أنها لا تعمل بالطريقة الصحيحة من قبل أصحاب الأختصاص أرجو أن تجيبنا هذا السؤال كثيرون يسألونه العناوين التي أشار إليها في الحقيقة كل عنوان بحاجة للحديث عنه على حدة الأحراز شيء الطلاسم شيء التعويذات شيء والأذكار شيء فالأذكار لها خصوصيتها التعويذات لها خصوصيتها الطلاسم لها خصوصيتها والأحراز كذلك لكنني سأتحدث بالإجمال إذا أردت أن أأخذ العناوين بشكل منفرد وأن أتحدث بالتفصيل عن كل عنوان فهذا سأحتاج فيه إلى وقت طويل الرسائل عندي كثيرة وهذا الموضوع الجديد موضوع البتريين هو موضوع مهم سيأخذ مني وقتا سيأخذ مني عدة حلقات وأنا أحاول الإجمال والاختصار بقدر ما أستطيع وكلما بقي البرنامج موجودا فإن الرسائل تصل ولا أدري ماذا سأصنع معها أعود إلى الرسالة إذن سؤال عن الأحراز والطلاسم والتعويذات والأذكار السائل يسأل الأخ العزيز أبو منتظر يسأل لماذا لا نجد أثرا لهذه الأذكار ولهذه التعويذات هناك أمور عديدة لا بد أن ننظر إليها لنجعل الكلام عن مجموعتين هناك مجموعة الطلاسم لأنها تختلف اختلافا كبيرا عن الأحراز والتعويذات والأذكار وهناك مجموعة الأحراز والتعويذات والأذكار وإن كان كل عنوان من هذه العناوين يتميز عن باقي العناوين لكنها تتقارب في بعض الجهات فالأحراز أدعية وذكر والتعويذات أيضا هي أدعية وذكر والأذكار كذلك لكن التعويذات لها خصائصها والأحراز لها خصائصها والأذكار لها خصائصها إلا أنني سأجمل الكلام بخصوص هذه العناوين الثلاثة عدم ترتب الآثار المذكورة بخصوص استعمال هذه الأذكار أو التعويذات أو الأحراز يعود إلى مجموعة من الأسباب سأشير إلى أهمها سبب من الأسباب هناك تحريف وتصحيف في هذه الأحراز وفي هذه التعويذات وفي هذه الأذكار وهذا الكلام لا أقوله على سبيل الاحتمال وإنما من خلال مراجعة الكتب المختصة بهذه العناوين يتضح للمحقق أن تحريفاً وأن تصحيفاً قد أصابها لا أتحدث عن كل شيء ولا أتحدث عن كل الكتب لكنني أقطع بأنه ما من كتاب من هذه الكتب إلا وقد تعرض لتحريف أو تصحيف وهناك أمر مهم فإن الطوسيين لم يهتموا كثيراً بهذه الموضوعات ولذا فإنها وضعت جانباً وبسبب الإهمال وهذا الإهمال يكون مقصوداً في بعض الأحيان من قبل كبار علماء الشيعة كي يبعد الشيعة عن التواصل مع هذه الأذكار والعناوين المتبقية خلاصة الكلام هناك تحريف وهو متعمد وهناك تصحيف وهو ليس متعمداً وإنما بسبب الإهمال الكتب القديمة بنحو عام تعرضت للتحريف والتصحيف وهذه الأذكار والتعويذات والأحراز هي جزء من الكتب القديمة لكن حصتها من التحريف والتصحيف كانت أكثر بسبب الإهمال بعض الإهمال مقصود وبعض الإهمال ليس مقصوداً حينما أقول بعض الإهمال مقصود هناك قصد لتدميرها وحينما أقول بعض الإهمال ليس مقصوداً هم لا يعبؤون بها لأنهم يعتقدون عدم أهميتها على أي حال هذا سبب من الأسباب فحينما تتعرض هذه الأحراز والتعويذات والأذكار التي نسجت بشكل مختص ومخصوص لغاية معينة لأن سائل هنا لا يتحدث كما أفهم من الرسالة عن عموم الأذكار وإنما يتحدث عن أذكار مخصصة إما للشفاء من مرض جسدي أو من حالة نفسية أو لغرض من الأغراض لحاجة لأمر مهم معين وهذه الأمور معروفة في الكتب المختصة بهذه العناوين فهذه وصفات خاصة تأتي في سياق منظوم مرتبط بالأسماء الحسنى تقديم بعض الأسماء على بعضها بنحو محرف أو بنحو مصحف يؤدي إلى تعطيل عمل هذه الأذكار إذا كان هناك من عدد معين لبعض الأسماء في الأحراز أو في التعويذات المناسبة الخاصة بالعناوين الخاصة فيما يحتاجه الناس لا أتحدث عن الأحراز العامة هناك أحراز عامة لحفظ الإنسان إنها أدعية موجودة مبسوطة وبالمناسبة الأحراز العامة لم تتعرض لتحريف أو تصحيف كبير المشكلة في هذه الأحراز الخاصة هناك حرز للدخول على السلطان هناك حرز للخلاص من قاتل يتتبع الشخص السائل يسأل عن هذا صحيح أنه ما ذكر هذه العناوين لكن الكلام واضح إنه يتحدث عن نوع من الأحراز وعن نوع من التعويذات هناك تعويذات أدعية عامة موجودة لكن أني أفهم من الرسالة من أن سائل يسأل عن التعويذات ذات الغايات الخاصة عن الأذكار ذات الغايات الخاصة وعن الأحراز ذات الغايات الخاصة التحريف والتصحيف في هذه العناوين يؤدي إلى تعطيل فاعليتها هذا أولا سبب من الأسباب السبب الثاني لنفترض أنها ليست محرفة وليست مصحفة قد تكون هذه الأذكار والتعويذات والأحراز مخصوصة بزمان معين بزمان إنشائها لفترة زمانية معينة لأشخاص معينين لواقعة معينة أن يكون الشخص في مشكلة معينة ويطلب الحل من الإمام المعصوم الإمام يعطيه حلا هذا الحل الذي أعطاه الإمام ليس موجودا في الذكر نفسه وإنما الذكر بمثابة مفتاح الحل عند الإمام رعاية رعاية الإمام هي التي ترتب الأثر الذي سيناله ذلك الشخص الذكر سيكون مفتاحا فقط كزر يكبس فهناك من الأذكار والتعويذات والأحراز ما هو هذا حاله أنا لا أتحدث عن أمر افتراضي هذه حقيقة القرائن الموجودة في الروايات والأحاديث وفي الأذكار والتعويذات الخاصة والأحراز الخاصة هي التي تجعلني أقول هذا القول السبب الأول حقيقي موجود التحريف والتصحير السبب الثاني حقيقي موجود في بعض هذه الأذكار والتعويذات والأحراز أمر خاص بزمان معين أو بشخص معين بظرف معين فاعلية ذلك الذكر أو هذا الحرز هي من رعاية الإمام المعصوم بزمان فحينما يعطي الإمام بعض شيعته حرزا لأمر معين العمل ليس من الحرز العمل من رعاية الإمام ولكن عبر هذه الوسيلة فهذا الحرز بمثابة زر يكبس هذا مفتاح السر ليس في المفتاح السر فيما وراء المفتاح حينئذ لن تكون فاعلة في زماننا هناك سبب آخر من أن الناس تتعامل معها على سبيل التجربة تريد أن تجربها هذه الأذكار والتعويذات والأحراز لن تعمل بهذه الطريقة وإنما تعمل إذا لم تكن محرفة ومصحفة ولم تكن خاصة بزمان معين وإنما رعاية الإمام معها موجودة على طول الخاط فإذا كان الذكر واردا عن الإمام الصادق رعاية الإمام تنتهي عند إمامة إمامنا الكاظم رعاية إمامنا الكاظم هي التي ستفعل هذه الأذكار إلى إمام زماننا فإذا كنا نتعامل معها على أساس التجربة وكأننا نريد أن نجرب الله نريد أن نجرب محمدا وآل محمد فإنها لا تعمل لكن إذا استعملناها بعقيدة كاملة وثقة ولأننا نحتاجها فعلا إنها ستعمل ستعمل هذه الأذكار إذا لم تكن محرفة مصحفة ولم تكن خاصة بزمان معين ستعمل هذه الأذكار قطعا هناك أمور أخرى ترتبط بهذا الموضوع لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة في مثل هذا الوقت الضيق يمكن لسائل أن يعرف الجواب من هذا الإجمال الذي بينته نذهب إلى فاصل أما الطلاسم فذلك شأن آخر موضوع الطلاسم هذا موضوع لا يخلو من التعقيد الطلاسم بنحو عام التي رسمت خططت في كتب الأدعية على سبيل المثال طلاسم الأيام التي تجدونها في كتاب معروف من كتب بيوت الشيعة في العراق ضياء الصالحين الذي جمعه صالح الجوهرشي محمد صالح الجوهرشي هناك طلاسم الأيام وغيرها هذه الطلاسم لا نملك علما من أنها قد نقلت بشكل صحيح لا أتحدث عن هذا الكتاب بشكل عام ذكرت الكتاب كمثال لأن البعض ربما لم يكن قد رأى كتبا مختصة بهذا الموضوع لذلك أشرت إلى كتاب ضياء الصالحين فيه ما فيه من الطلاسم فنحن لا نملك علما من أن الطلاسم هذه قد نقلت بشكل صحيح حينما نقارن فيما بين الكتب نجد أن اختلافا في محتويات هذه الطلاسم من جهة الأرقام من جهة الأسماء الغريبة من جهة سلاسل الحروف وهيئات الجداول إلى بقية الأجزاء التي تتكون منها هذه الطلاسم أولا ما معنى الطلاسم ربما يسأل سائل عن معنى الطلاسم الطلاسم هي لا تجمع على طلسم كما يتحدث الناس الطلاسم لا تجمع على طلسم قد يبدو أن طلسم تجمع على طلاسم هذه كلمة وهذه كلمة طلسم في لغة العرب كلمة عربية ولكن لا علاقة لها بهذا العنوان الطلاسم طلسم فلان في وجه فلان أي قطب في وجهه إذا اكفهر وجه الإنسان يقال فلان طلسم وجهه لقد اكفهر وجهه يقال طلسم ويقال طلمس ويقال طرمس والمعنى واحد طرمس وطلمس وطلسم المعنى واحد وهذا لا علاقة له بالطلاسم الطلاسم هي جمع إما لكلمة طلسم أو طلسم أو طلسم كلمة مسلط تُعكس فلا توجد هيئة لغوية للفظها مسلط مسلط تعكس الكلمة فقد تلفظ طلسم أو طلسم أو طلسم لأن هذا العنوان كما يبدو من المعطيات عنوان لعلم إن درس في زماننا قرأت قرأت فيما سلف من السنين في بعض الرسائل والكتب التي تُنسب إلى جابر بن حيان الكوفي وهو من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه الذي عرف عنه تخصصه بعلم الكيمياء بعلم الكيمياء في زمانه قطعا الذي يناسب أيامه هناك بعض الرسائل بعض الكتب الصغيرة تُنسب إلى جابر بن حيان الكوفي وهو يقول فيها من أنه أخذ علم الطلاسم عن إمامنا الصادق وعلم الطلاسم هذا الذي يتحدث عن جابر بن حيان الكوفي في هذه الرسائل المنسوبة إليه أنا لا أملك دليلا على أن الرسائل قد كتبها جابر بن حيان الكوفي وإنما موجود في تلك الرسائل المخطوطة وأعتقد أن بعضها قد طبع بعد ذلك منسوبة إليه لا أملك دليلا على أنها فعلا لجابر بن حيان الكوفي لكن هذا مكتوب في تلك الرسائل من أنها لجابر بن حيان الكوفي ومن أنه نقل المعلومات التي فيها عن إمامنا الصادق يتحدث عن علم يقال له علم الطلاسم إذا أردت أن أقرب لكم الفكرة عن هذا العلم يمكنني على وجه التقريب أن أصلح عليه إنها الكيمياء الخفية ليست الكيمياء العلنية التي يتحدث عنها علماء الكيمياء لذا البعض يعده من السحر ليس سحرا علم الطلاسم ما هو من السحر هذا علم يدرس طبائع الأشياء وطبائع الناس ويدرس العلائق بين الأشياء والناس ومن خلال المقارنة بينما هو متوافق وبينما هو متضاد أتحدث عن الطبائع التي كانت معروفة في علوم الحكمة القديمة إنها طبيعة الحرارة وطبيعة البرودة وطبيعة الرطوبة وطبيعة اليبوسة وحينما تدرس طبائع الإنسان فينظر في ذلك الإنسان وفقا لاسمه ولتراكيب خلقته ولما يظهر على مزاجه فهل تغلب الصفراء على مزاجه هل تغلب السوداء على مزاجه إلى آخره هذه مصطلحات قديمة وهي موجودة في رواياتنا في كتب الطب القديم في كتب الطب الروحاني القديم والطب الجسماني في كتب الحكماء في كتب العلوم الغريبة تتردد مثل هذه المصطلحات خلاصة الكلام هناك طبائع الانسان ومزاج الانسان واسمه ويحسب بحساب الارقام وهناك وهناك الكثير من التفاصيل فإذا كان الانسان مريضا بمرض نفسي أو مرض جسدي فإنه من خلال العلاج إما بما يوافق مزاجه أو بما يضاده فإذا كان مزاجه ميالا إلى الرطوبة فإنه يعالج بالأشياء التي طبيعتها الرطوبة وقد يعالج بالمضاد بالأشياء التي طبيعتها اليبوسة حسابات وأرقام وحروف ومن جملة ومن جملة مستخرجات هذا العلم هذه الطلاسم التي تشاهدونها في كتب الأدعية طلاسم الأيام طلاسم الشهور طلاسم السفر طلاسم الزواج طلاسم التجارة إلى غير ذلك من عناوين شؤون الحياة اليومية للإنسان فهذه الجداول والأرقام الاستفادة منها لا بد أن تكتب بنحو خاص للشخص وفي زمن معين هكذا يقولون في علم الطلاسم هكذا يقولون أما أن توضع في كتاب للجميع فليس هناك من فائدة فيها لا بد أن تكتب في وقت خاص وفي مكان خاص ولا بد أن يكتبها متخصص يمتلك روحية معينة يستطيع أن يتعامل مع خصائص الأشياء وطبائعها كالكيميائي الذي يعمل في مختبره لا بد أن يمتلك خبرة معينة لا يستطيع أي أحد أن يدخل إلى المختبر الكيميائي كي يعمل فيه سيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين هذا الأمر بحاجة أيضا إلى بحث ودراسة هذه ما هي بأمور جاهزة على الدارس أن يدرسها وبعد ذلك أن يسعى في التقدم والتعمق في الوصول إلى النتائج الجديدة وهذا أمر قابل للتطور والتقدم إنه علم من العلوم لكنني كما أعتقد هذا علم قد انطمس وذهبت أيامه لا أعتقد أن أحدا في زماننا يعرفه شيء إن كان صحيحا فقد دفن في أيام الماضي أما هؤلاء الذين يدعون أنهم يكتبون الطلاسمة هؤلاء لا يعرفون شيء أنا متأكد من أن المعلومات القليلة هذه والتي لا تمثل شيئا من علم الطلاسم هم لا يعرفون ها أيضا وإلا فهذا علم واسع جدا هذه المعلومات أثبتت في هذه الرسائل التي نقلت عن جابر بن حيان الكوفي إن كانت فعلا قد نقلت عنه وفي كتب أخرى تحدثت في هذا الموضوع لكنني كما قلت لكم هذا علم إن طمست آثاره ولا أعتقد أن أحدا في زماننا يملك طلاعا واسعا حقيقيا ربما يملكون معلومات كالتي أمتلكها إنها معلومات عامة للتعريف بهذا العلم أنا أتحدث عن شخص عالم يستطيع أن ينفذه أن يفعله على أرض الواقع فهذه الطلاسم من الطبيعي جدا أنها لا تعمل ولا تؤثر فضلا عن أننا لا نملك علما من أنها صحيحة في مفرداتها ومحتوياتها على سبيل المثال هناك كتاب في المكتبة السنية شمس المعارف الكبرى من كتب الطلاسم لأحمد ألبوني كتاب قديم هذا أحمد ألبوني على ما أتذكر توفي سنة ستمية واثنين وعشرين للهجرة إذا لم تخني ذاكرتي كتاب قديم مؤلفه عاش في القرن السادس الهجري وتوفي في أوائل القرن السابع الهجري هذا الكتاب مشهور بين المصريين وهو كتاب سني بامتياز مشحون بطلاسم الطلاسم الموجودة فيه ليست صحيحة لأنها حينما نقلت نقلت عن نسخ قديمة وفيها أخطاء واضحة الكتاب مليء بالخرافات وبكثير من الترهات التي لا حقيقة لها لكنني أتحدث عن الطلاسم لأن الذين يعملون في جو الطلاسم بين الناس في الوسط العراقي وفي الوسط الشيعي يستعملون هذا الكتاب المعلومات الموجودة في هذا الكتاب ليست دقيقة وليست صحيحة هناك معلومات صحيحة في الكتاب قطعا لكن الطلاسمة الموجودة في هذا الكتاب قد نقلت بشكل خاطئ هذا ما يرتبط بالسؤال الأول وأقول للأخ العزيز أبو منتظر اللهم صلي على محمد وآل محمد إذا ما قيلت بصدق وبفهم عندي برنامج كنت قد قدمته في السنوات الماضية وببث مباشر عبر قناة الأنوار الفضائية في الكويت عنوانه الذكر الأكبر يمكنك أن تعود إليه كي تفهم معنى اللهم صلي على محمد وآل محمد هذا الذكر إذا ما ذكر وبكثرة وبكثرة لن أذكر لك أرقام معينة ولكن إذا استعملت أرقام المئات أرقام الآلاف فهذا شيء حسن هذا الذكر إذا ما ذكر على طهارة وبصدق وباتجاه القبلة وبتوجه يفعل ما لا تفعله الطلاسم وما لا تفعله الأحراز الأحراز والتعويذات والأذكار ولكن بالشروط التي أشرت إليها قطعا الأمر بيد إمام زماننا في بعض الأحيان لا يستجاب للإنسان لمصلحة تخصه لكن هذا الذكر هذا الذكر يتجاوز السحر ويتجاوز طلاسم ويتجاوز الأوفاق والأرقام والأذكار إنه سيد الأذكار هذا هو ذكرنا الأكبر اللهم صلي على محمد وآل محمد نذهب إلى فاصل للتوضيح أشرت قبل قليل إلى برنامج كنت قد قدمته على قناة الأنوار الفضائية عنوانه الذكر الأكبر هذا البرنامج قدمته أيام شهر رمضان على طول الشهر يوميا في الحديث عن معنى اللهم صلي على محمد وآل محمد أعود إلى رسالة الأخ العزيز أبو منتظر التميم أذهب إلى سؤاله الثاني يخرج بعض الأشخاص يقول أنا مت وقد قامت القيامة وصار العذاب وكذا صار الحساب والعقاب ويقص ما شاهد ورأيت أكثر من حالة بهذا الخصوص هل أن هؤلاء كلامهم صحيح أو أنها غيبوبة هل يوجد في روايات وأحاديث أهل البيت عليهم صلوات الله من مصداق إلى هذا الكلام ما فائدة عودته إلى الحياة أن يقول القائل قد قامت القيامة فهذا الكلام ليس دقيقا القيامة لم يأتي وقتها أما أنه يرى أشياء قد يتخيلها هو من أن القيامة قد قامت القيامة متى قامت حتى يراها أشخاص ويقول من أن القيامة قد قامت هناك حلقات تحدثت فيها عن هذا الموضوع في برنامج الخاتمة من الحلقة 331 إلى الحلقة 335 تحت عنوان تجارب الاقتراب من الموت يمكنك يا أبا منتظر أن تعود إلى تلك الحلقات كي تطلع على تفاصيل هذا الموضوع من حلقة 331 إلى حلقة 335 تجارب الاقتراب من الموت موضوع شيق ومهم ومفصل يمكنك أن تعود إليه سأجيب إجابة إجمالية على سؤالك لكنك إذا أردت الاستزادة وأردت التفصيل فعد إلى تلك الحلقات أشخاص يموتون ويعودون إلى الحياة القرآن مشحون بهذه الوقاة مشحون بهذه الوقاة ذلك الإسرائيلي الذي قتله أبناء عمومته والذي ضرب بذيل بقرة بني إسرائيل حكاية البقرة الإسرائيلية ذبحوا البقرة وأمرهم موسى أن يضرب ذلك القتيل بذيل البقرة فرجع إلى الحياة هؤلاء أبناء عمه قتلوه حسدا لأن إحدى بنات أعمامهم كانت جميلة جدا وغنية جدا وقد فضلت ابن عمهم هذا عليهما كان اثنين حسدا منهما قتله وجاءوا بجثته ووضعوها في مكان اتهم فيها الكثير من الإسرائيلي في ذلك الوقت حكاية مفصلة بعد ذلك أمرهم موسى أن يذبحوا بقرة بمواصفات معينة وبعد أن ذبحوها أمرهم أن يقطعوا ذيلها وأن يضرب ذلك القتيل ضربوه بذيلها فرجع إلى الحياة الأحاديث عندنا تقول من أنه عاش زمانا طويلا مع زوجته الجميلة تلك وتمتع بحياته ورزق أولادا عاش زمانا طويلا هذا قد قتل ومات ورجع إلى الحياة عزير مات مئة سنة ورجع إلى الحياة رجع هو وحماره وحتى طعامه رجع على حاله مثل ما كان قبل مئة من السنين وحكايته مفصلة أهل مدينة كاملة فروا من الطاعون حينما حل في مدينتهم وهي من مدن بلاد الشام فلما ابتعدوا عن مدينتهم أماتهم الله جميعا مع حيواناتهم وبقيت عظامهم في الطريق في طريق القوافل فكان الناس يجمعونها يضعونها على جانب الطريق لأنهم ماتوا جميعا ما دفن بعضهم بعضا وبعد زمان طويل أعاد الله الحياة إليهم إليهم وإلى حيواناتهم وعادوا من جديد وعاشوا واستمروا في الحياة عائلة النبي أيوب أولاده عائلته ماتوا جميعا فأعادهم الله إلى الحياة مرة أخرى طيور إبراهيم التي ذبحها وهرسها ووزع لحمها المهروس على رؤوس الجبال ولما أمرها أن تعود عادت الطيور إلى الحياة قصة مفصلة أصحاب الكهف ناموا ثلاثة مائة من السنين وازدادوا تسعة ورجعوا إلى الحياة وسيعودون عند ظهور إمام زماننا كما تحدثنا أخبار العترة الطاهرة الذين أحياهم عيسى المسيح ماتوا وأعادهم إلى الحياة من جملتهم صديق لعيسى المسيح لم يلتقيه لمدة من الزمان فذهب لزيارته فلما طرق الباب خرجت أمه وأخبرته بأن صديقه قد مات منذ كذا من الأيام منذ كذا من الزمان وكانت حزينة على ولدها قال أتريدين أن أرجعه إلى الحياة فأجابت نعم بفرح قال انتظريني يوم غد فعاد في اليوم الثاني وأخرجه من قبره أمام الناس عيسى المسيح وقال له هل تريد أن تعود إلى قبرك أم تريد أن تواصل الحياة فسأل عيسى المسيح هل تطول حياتي قال نعم إلى عشرين سنة وبقي عشرين سنة ومات بعد ذلك وقصص السيد المسيح كثيرة كثيرون تحدث القرآن عنهم أنهم عادوا إلى الحياة بعد موتهم الرجعة عشرات وعشرات من الآيات تحدثت بحسب تفسير العترة لقرآنها عشرات وعشرات وعشرات من الآيات تحدثت عن الرجعة من أن كثيرا من الناس سيعودون إلى الحياة في قادم الأيام البعض منهم سيعود في العصر القائمي في عصر إمام زماننا والبعض سيعود في عصر الرجعة العظيمة بعد انتهاء العصر القائمي حيث يبدأ عصر الرجعة الحسينية وهذا الموضوع تحدثت عنه في برامج يمكنكم أن تعود إلى برامج المختصة بمثل هذه الموضوعات إنني ما تركت موضوعا مهما إلا وتحدثت عنه بالتفصيل وبالوثائق والمصادر هذه ثقافة العترة الذي يريد منكم أن يثقف نفسه بثقافة العترة الطاهرة فدونه هذه القناة قناة القمر قناة ثقافة العترة الطاهرة ليس ليس جزافا أن نصفها بأنها قناة الحقائق هذه قناة الحقائق إنها حقائق ثقافة العترة الطاهرة بعيدا بعيدا عن قذارات السقيفة بن ساعد وقذارات سقيفة بن طوسي أعود إلى سؤالي أبي منتظر فأقول له من أن الذين يقولون قد رأوا القيامة إنهم لا رأوا القيامة ولهم يحزنون لأن القيامة لم تقم هؤلاء على صنفين صنف منهم قد كان في غيبوبة مثلما قلت أنت هل أن هؤلاء كلامهم صحيح أو أنها غيبوبة كانوا في غيبوبة لم يموتوا ورأوا في غيبوبتهم ما يرى النائم في المنا والبعض منهم لم يموت كان يبدو أنه ميت لكنه قارب الموت فاطلع على شيء من عالم البرزخ وطلع اطلاعة حقيقية إنه يحدث عما رآه في جانب من جوانب عالم البرزخ لماذا يعود الميت بعد موته لماذا يقترب الإنسان من الموت ويعود لماذا ولماذا هناك حكمة وحكمة وحكمة كالحكم التي ترتبط بالحوادث التي ذكرها القرآن عن أناس ماتوا ورجعوا إلى الحياة أتعلم أن موسى النبي هو الآخر قد مات ورجع إلى الحياة خر موسى صعق في تفسير العترة خر ميت فقد مات موسى ورجع إلى الحياة مرة أخرى السبعون الذين ذهبوا مع موسى ونزلت عليهم الصاعقة رجعوا إلى الحياة مرة أخرى القرآن تحدث كثيرا عن هذا الموضوع لكن لأن نواصب سقيفة بني ساعد يرفضون عقيدة الرجعة كما هو الحال في نواصب سقيفة بني طوسي لا يجدون الإيمان بالرجعة ضروريا وهي أساس من أسس الإيمان في عقيدة العترة الطاهرة لأن ثقافة هؤلاء وثقافة هؤلاء تعارض الرجعة هناك عملية تغطية على هذا الموضوع نذهب إلى فاصل الأذان النجفي وبعد الفاصل سأعود إليكم كي أكمل الحديث حياكم الله أعود إلى ما كنت أتحدث بخصوصه إنه سؤال الأخ العزيز أبو منتظر من البصرة ما فائدة عودته إلى الحياة عودة هذا الذي مات قارب الموت ما كنت أتحدث عنه فائدة العودة إلى الحياة إنها الحكم والفوائد والمنافع التي تحدث عنها القرآن بخصوص الوقائع التي بيّنها لنا وهي كثيرة في الكتاب الكريم من أن هناك من مات ورجع إلى الحياة في كل واقعة هناك حكمة فهؤلاء كذلك البعض منهم يذهب في غيبوبة يغشى عليه ولفترة طويلة ويرى في غيبوبته كما يرى النائم في المنام يرى رؤى أحلاما يرى ما يرى في غيبوبته مما يخبره عن القيامة عن القبر وشؤونه إلى غير ذلك وقد يرى عددا من الأموات الذين يعرفهم ويلتقي بهم أو أنه يمر بتجربة الاقتراب من الموت حيث يطلع على جانب مما يجري في عالم البرزخ أو أنه قد يموت فعلا ويعود إلى الحياة هناك حكمة في كل هذه الوقائع والأحداث المنفعة قد ترتبط به شخصيا أو أنها تعود عليه وعلى آخرين بالنفع من أسرته من أصدقائه من المجتمع عموما حينما توضع هذه الوقائع في الإعلام وتنشر بين الناس إلى غير ذلك من الحكم والغايات الكثيرة هناك سؤال ومن العراق أيضا ما حكم زواج الفصلية هذا أمر يعرفه العشائريون في العراق سوان العشائر سوان يعني سنن إنها سنن شيطانية ابتدعها شيوخ العشائر في أزمنة متقدمة وسار على تلك السنن الشيطانية البغيضة الأبناء والأحفاد بعض العشائر تركت هذا الأمر وبعض العشائر في العراق لازالت تعمل بهذه السنن الشيطانية اللعينة البغيضة ألا لعنة على من سنها من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها والعاملون بتلك السنن اللعينة هم الآخرون يتحملون الأوزار إنهم يقدمون النساء من دون ذنب قد صدر من النساء إلى عشائر المقتولين بمثابة أدية ومن أين جئتم بهذا ألا لعنة على سننكم ألا لعنة على الذين جاءوا بهذه السنن الهمجية هكذا نقرأ في القرآن في سورة المائدة في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة في آخر الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كافرون أنتم كما كان أهباؤكم كافرين بحسب القرآن من أين جئتم بهذه الأحكام ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهذا الأمر يجري يجري على فتوى أهسستاني في دية القتل الخطأ وقد تحدثت عن هذا في الحلقات الماضية إنه حكم بما لم ينزل الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وفي الآية السابعة والأربعين بعد البسملة من سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أنتم كافرون وظالمون وفاسقون بفتوى الله بفتوى الله هذه فتاوى الله بفتوى الله أنتم كافرون وظالمون وفاسقون أنتم الذين تعملون بهذه السنن الضالة اللعينة التي يسأل السائل عنها ما حكم زواج الفصلية أمرأة التي تأخذ في الفصل العشائري في الفصل في الدية هذا مصطلح عشائري في الدية العشائرية ما حكم زواج الفصلية المرأة التي تأخذ في الفصل العشائري في فصول العشائر هل زواجها صحيح أو لا وإذا أنجبت أولادا ما حال هؤلاء الأولاد هل هم أبناء حرام أم أبناء حلال وفقا لدين العترة السائل يسأل عن فقه دين العترة هذه سنة لعينة لعن الله من سنها إنها تخالف أحكام العترة الطاهرة أن تقدم النساء بلا جريرة وبلا ذنب أن تقدم إلى عشيرة المقتول هكذا تقدم بعنوان الدية وهناك تستعبد استعبادا تستعبد استعبادا لا يحترمونها يستخدمونها يذلونها في أكثر الأحيان ربما تكون بعض الحالات ليست هكذا لكن في غالب الأحيان تأخذ فتيات صغيرات شابات في ريعان شبابهن يزوجن من رجال كبار السن بسن أجدادهن وهذه المرأة التي تسمى الفصلية تعيش حياة المهانة وحياة الاستعباد سنة لعينة بغيضة ألا لعنة الله على من سنها ألا لعنة الله على من عمل بها وهم يخالفون دين العترة الطاهرة ويقولون من أنهم شيعة أي شيعة أنتم أنتم شيعة الشيطان السؤال ما حكم زواجها إذا اقتنعت المرأة الفصلية إذا اقتنعت بصدق من كل قلبها ورضيت بذلك الزواج وأعطت موافقتها وزوجت نفسها لذلك الرجل الذي تزوجها الزواج صحيح السنة خاطئة وضالة ولعينة في أنها جعلت دية لذلك المقتول لأرضاء عشيرة المقتول هذه سنة لعينة إلا أنها إذا رضيت بالزواج من أبناء عشيرة المقتول رضيت فعلا رضيت فعلا وكان عقد الزواج مبنيا على رضاها الحقيقي فهذا الزواج زواج شرعي والأولاد شرعيون أما إذا أجبرت أو وضعت في زاوية الأمر الواقع فهذا الزواج ليس شرعيا هذا الزنا هي لا تؤثم لا إثم عليها الإثم على الذين زوجوها الإثم على الذي يتزوجها أما هي فهي بريئة مظلومة لا إثم عليها الأولاد الذين يولدون من هذا الزواج إنهم أولاد حرام أولاد زنة وبشكل صريح قطعي ولا يوجد وصف آخر إلا إذا كانت المرأة الفصلية كما يسمونها كانت راضية بزواجها من زوجها هذا الذي هو من أبناء عشيرة المقتول إذا كانت راضية الزواج صحيح الأولاد شرعي أما إذا أجبرت ووافقت وهي مجبرة وهي غير راضية فعلا في داخلها هذا ما هو زواج هذا زنة الأولاد المتكونون من هذا الزواج أولاد زنة أولاد حرام ألا لعنة على هذه السنن ألا لعنة على الذين سنوها من شيوخ العشائر الذين ماتوا ألا لعنة على الذين يعملون بها هؤلاء هم الذين وصفتهم سورة المائد الكافرون الظالمون الفاسقون وينحق بهم الذين يعملون بدية السيستاني هذه الدية التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة ومر الكلام بخصوصها نذهب إلى فاصل رسالة أخرى من العراق أيضا ومن أرض السوادي من الجنوب من مدينة الشطرة من الأخ العزيز حيدر ما هو الرأي الصحيح لغسل الجمعة هل هو مستحب كما هو مشاع بين الناس أم واجب حسب ما هو ظاهر من بعض الروايات الشريفة التي تقول بوجوبه بنحو سريع وموجز بحسب دين العترة الطاهرة غسل الجمعة إذا تحقق سبب تشريع وجوبه فهو واجب فإن لم يكن قد تحقق سبب تشريع وجوبه فهو مستحب مؤكد سأبين معنى كلامي قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أوجب غسل الجمعة كان غسل الجمعة واجبا زمان النبي لماذا أهل المدينة كانوا يعملون في بساتينهم وكانوا يديرون نواعيرهم ويعملون من أول النهار إلى آخره الأجواء الحارة الشديدة الحر يتعرقون يتعرقون ولا يستحمون أساساً لم تكن هناك حمامات لا توجد حمامات عامة في الأسواق ولا توجد حمامات في البيوت ما كان يستحمون يتقاطرون إلى المسجد في يوم الجمعة رائحتهم كريهة الرائحة الكريهة تخرج من أجسادهم والأقبح من آباطهم هؤلاء هم الصحابة هؤلاء هم الصحابة الذين يأخذ سنة دينهم منهم من هؤلاء الصحابة هؤلاء هم الصحابة في الروايات الموجودة في كتب السنة عمر بن الخطاب حينما كان يكمل طعامه فإنه يتمندل بنعاله يمسح يديه بنعاله ويقول مناديل أهل الخطاب نعاله هذا هو شأن صحابتي يأكل طعامه ويمسح يده بنعاله هذه الروايات موجودة في أمهات كتبهم في كتبهم القديمة على أي حال الرائحة الكريهة ملأت المسجد جعلت الناس الذين يتنظفون إلى حد ما يصيبهم القرف فأوجب رسول الله صلى الله عليه وآله الغسل على الجميع وعلى هؤلاء بالذات فصار غسل الجمعة واجبا إذا كان هذا السبب متوفرا وموجودا في الواقع الديني فإن غسل الجمعة واجب وبالمنحسبة الأجواء الدينية النظافة بعيدة عنها أتحدث عن أجواء الناس المتدينين خصوصا في وسط رجال الدين في وسط أصحاب العمائم يندر أن تجد معمما أنيقا متأنقا بملابسه متعطرا متطيبا يكثر الاستحمام والغسل والاغتسال الرائحة الكريهة تفوح من بين المعممين أقول هذا عن تجربته الرائحة الكريهة من الأفواه ومن الثياب ومن الأرجل ومن الأبدان لا أقول هذا الكلام من خيال عن تجربة وعن معاناة مع هذه القاذورات فهذا الأمر ما هو بغريب حينما تحدثنا الروايات الشريفة إنني أقرأ عليكم من الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الثانية بعد العاشرة بعد المئة إنه الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها النواضح هي النواعير وبالدقة النواضح عنوان للإبل التي كانت تدير نواعير السقي في بساتين النخيل في المدينة النواضح هي الإبل المستخدمة في نواعير السقي إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها في نواعيرها بساتينها وأموالها أراضيها يزرعون النخيل ويزرعون كذلك المزرعات الأخرى فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس بأرواح أرواح يعني روائح بأرواح آباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة إنها السنة الواجبة إذا ما كان سبب التشريع قائما وموجودا لكن إذا لم يكن هذا السبب موجودا فإن غسل الجمعة سنة سنة مندوبة مستحبة مؤكدة أقرأ عليكم ما جاء في الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنه الجزء الثالث في الصفحة التاسعة والأربعين إنه الحديث الرابع من الباب الثامن والعشرين بسنده بسند الكليني عن الحسين بن خالد قال سألت أبو الحسن الأول إنه إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه أبو الحسن الأول إمامنا موسى الكاظم أبو الحسن الثاني إمامنا الرضا أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي عن الحسين بن خالد قال سألت أبو الحسن الأول إنه إمامنا الكاظم كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا إما أن الحسين بن خالد أساء استعمال التعبير أو أنه قصد بالواجب المستحب المؤكد أو أنه كان يعتقد بوجوبه فعلا مثل ما بينت ما تقدم من كلام دقق النظر في جواب إمامنا الكاظم صلوات الله عليه إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة صلاة النافلة مستحبة مندوبة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة كصيام شهر رجل فصيام النافلة مستحب مندوب وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة الرواية واضحة فإن غسل يوم الجمعة يكون مستحبة دقق النظر في الرواية إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة صلاة النافلة مستحبة قطعا وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة صيام النافلة إنها الأيام التي يستحب صيامها صيام النافلة صيام مستحب قطعا وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة فإن غسل يوم الجمعة مستحب قطعا ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان بالنسبة للصلاة للصوم وبالنسبة للوضوع كذلك فإذا كان سبب تشريع وجوب غسل الجمعة قائما فإن الغسل يكون واجبا حينئذ وبينت لكم السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله يوجب غسل الجمعة على المسلمين في أيامه إذا لم يكن إذا لم يكن هذا السبب قائما فإن غسل الجمعة يكون غسلا مستحبا مندوبا الروايات أكدت استحبابه بشكل واضح سؤال 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 لم يطرح في هذه الرسالة وإنما طرح في العديد من الرسائل هل يغني عن الوضوء غسل الجمعة إذا جيء به بحسب شرائطه الصحيحة في زمانه وبتوفر الشرائط الأخرى من طريقة الغسل إلى إباحة الماء وطهارته إلى بقية الشرائط إذا جيء بغسل الجمعة ووقته الشرعي الأصلي من فجري يوم الجمعة من بداية وقت الصلاة إلى وقت الزوال ما بين الفجر والزوال ما بين وقت صلاة الصبح وصلاة الظهر هذا هو الوقت الشرعي الأصلي لغسل الجمعة إذا ما جيء به في هذا الوقت وبتوفر الشروط الشرعية الأخرى سأحدثكم عنها إن شاء الله تعالى إذا ما وفقت لتقديم برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة في وقتها إذا ما وفقت لخدمتكم في ذلك فغسل الجمعة إذا جيء به بشرائطه يغني عن الوضوء لا حاجة للوضوء يمكن للمصلي أن يصلي بغسل الجمعة من دون الحاجة إلى الوضوء الأسئلة كثيرة ووقت الحلقة صار طويلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أسئلة جديدة أتمنى أن تكون الإجابات نافعة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر